الموعد الأسبوعي مع هيريتج أنت كالتشر ودكتور عماد مراد دكتور شتاقنا لك أنا شتاقنا لك على القليل وطبعا نتابعك كل أحد بموضيع بين التاريخ والحاضر واستشراف المستقبل بقراءة سياسية وتاريخية رح نحكي عن واقع اليوم ونرجع كمان بالتاريخ للتاريخ السياسي الأمريكي الحديث رح نحكي عن الأزمة العميطة عفية الرئيس الأمريكي اليوم اتهامه بالعمالة لروسية اتهام غريب يعني كأنه ما بعرف بنقز يعني للوهل الأولى كتير من الصحف الأمريكية والأوروبية والعالمية عم تحكي عن محاولة عزل دونالد ترامب عن مركز الرئاسي يلي هو ما صار ولا مرة بالتاريخ وصل لنهايته مع كذا رئيس ما وصل للعزل الرئيس دونالد ترامب وصل للرئاسة بدعم روسي فاضح يعني الروس تدخلوا إلى جانب دونالد ترامب في مواجهة هيلالي كلينتون يعني فاتوا على بيانات الانترنت كلها للأمريكان بطريقة ما وجربوا يدخلوا أنه فيه عند هيلالي كلينتون شوائب أشياء ما بتخولها تمسك الرئاسة مشان هيك اكتار من غيروا رأيهم من الأمريكان غيروا رأيهم آخر يومين واستطاعات الرأي تبدلت آخر 48 ساعة هذا الاتهم بعده لليوم ملاحه هلأ في أكتر من هيك بيقولوا أنه السفير الروسي بواشنطن عنده هيبة وهيمنة على السياسة الأمريكية يعني نوعا ما روسية اليوم عندها سلطة على أمريكا هلأ أكيد ما زالت بنظر كتير من الدول العالمية أمريكا هي سيدة العالم الأولى اقتصاديااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا روسيا بتستورد من أمريكا 40 مليار دولار بالسنة بينما أمريكا بتستورد من روسيا بـ 8 مليار يعني اللعبة للصالحة أمريكا القوة العسكرية هائلة الميزانية الأمريكية 600 مليار دولار الميزانية الروسية 44 مليار دولار القوة العسكرية الفعلية أمريكا بتقدر اليوم تواجه 180 معركة عسكرية كبرى مقابل العالم الدول كلها تقريبا يعني الميزان لصالح أمريكا بالسياسة دونالد ترامب أضعف من بوتين وهذا اللي خلى اليوم الأمريكان ينزعجوا أنه مش معودين على رئيس ضعيف بالنسبة لروسية أو بالنسبة لحدا هذا اللي محرك اليوم القضاء عليه أو محرك الأعليم هل هذه الاتهامات واقعية ولا هي مجرد اتهامات لتشويه صورته؟ لا بالمبدأ لا أطين على شيء لا أطين على شيء إذا بدك قبل الانتخابات وبعد الانتخابات يعني اليوم بوتين مهيما على دونالد ترامب وأكبر دليل ضعفه بأوكرانيا لترامب ضعفه قدام روسية بسوريا مين ربح بسوريا أو مين لحيتهلق الربحان؟ هنه الروس هلأ بالمقابل أكيد بوتين بقدم تنازلات بس التنازلات الكبرى اليوم قدمها دونالد ترامب إذا نرجع للتاريخ الأمريكي قلت لي دكتور أنه ما وصلت البروستدور أو الإجراءات لنهيئة طويلة مع عزل ولا أي رئيس أمريكي قبل ولكن مين من الرؤساء الأمريكان تهدد بالعزل؟ يعني أندروت جونسون بأمريكا صار في حرب أهلية بين 1861 و 1865 الرئيس اللي إجا دغري مباشرة بعد الحرب الأهلية كان أسوأ رئيس بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من وقت الاستقلال 1776 أسوأ رئيسه أندروت جونسون وقت الشيء الوزير الدفاع طبعه أقاله بدون العودة للكونجرس بيقوم مجلس النواب والكونجرس بيحاولوا يقيلوا جونسون بيقلوا له أنت عم بتشيل وزير الدفاع هو اللي خلى الحرب الأهلية تنتهي من وين إلك هالصلاحية بدون العودة إلى الكونجرس وخاصة مع هذا الوزير الدفاع بيقوم باجتمع مجلس النواب بحيل القضية إلى مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ بيعمل تصويت بتفرع صوت يعني جونسون نجا من العزل بصوت واحد جيب وقته 36 صوت لو جيب 37 كان سقط يعني انبت الموضوع ووصل لنهايته مع نيكسون بالوتر جيت يلي هي وقته جرب نيكسون حتى مثل سماعات صغيرة بمركز الحزب الديموقراطي وتسمى عليهم شو عم يحكوا قبل الانتخابات انكشفت القضية هايدي شوية كبار بالعمر بتذكروها مظبوط عم نحكي ب72 المشورة ونعمل منها افلالي حتى الاشجال الحديث معرفة 1974 وصلت الامور لختامة وهون الحزب الجمهوري بالكونغرس انقلب على نيكسون ريتشارد نيكسون انقلب عليه ووقت التصويت قرروا انه يعزله الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون ولكن هو تدارك الوضع واستقيل يعني يمكن كان يكون اهانة له اعتبره هو قالك انا بستقيل قبل ما هني يعزلوني شرفية اكتر مشان هيك اعتزال العمل السياسي والعمل الرئاسي وما تمت محاكمته فيما بعد لانه نايبه يلي استلم الرئاسي فورد اعفى عنه وقف المحاكمة ها قضيتين وصلوا تقريبا للنهاية ولكن لم يتم العزل هلا كلينتون مش من زمان كلينتون بالسبعة وتسعين بالتسعين بالكلينتون يعني قبل جورج بوش وكانها قضية وصلت جورج بوش الى الرئاسي جورج بوش الابن كلينتون مع قصته مع مونيكا لوينسكي هي الاساس ولكن مش لانه عامل علاقة خارجة عن الزواج قدت الى محاولة عزله القضية انه كذب بالتحقيق الشعب الامريكي عنده الخيانة العظمة وبالدستور الواردة والرشوة ومحاولة غش القضاء والكذب هي ضد العمل السياسي يعني السياسي الامريكي ما بده يكون مرتشة ما بده يكون كذاب ما يكون عنده محاولة جنحة او جنحة محاولة جناية او جناية هادي شي ضد عقله مش متل العالم الثالث يعني ازا عندك زعيم بيكذب او بطلقته عم بيكذب او بتكتشفه عم يرتشي انت بتسامحه لانه زعيمك عند الامريكان الاوروبية ما في منها صرتوه عند الامريكان كلينتون حوسب او جرب ويحكموه لانه كذب بالتحقيق مش لانه عامل علاقة جنسية مع مدربة بالبيت الابيض مونيكا لوينسكي هني لانه كذب بالتحقيق ولكن من بعد ما انتقل التحقيق من مجلس النواب يعني انه سمحوا ينتقل عمجلس الشيوخ الجمهوريين الديمقراطيين صفوا الى رح نروح على الدع المباشر وشوف اذا منرجع